في اللقاء المشترك الذي جمع وزيري خارجية البلدين اكد وزير خارجية الامريكي جون كيري على تضامن بلاده المطلق مع المملكة وعلى تطابق وجهة النظر بين الجانبين حيال العديد من القضايا التي تشدها الاسرة الدولية مؤكدا على ان المملكة تقوم بدور مهم في الحفاظ على الامن والاستقرار في العالم وارب كيري في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية عادل جبيرا عن تعازي بلاده الحارة لحادث التدافع الذي تعرض له حجاج بيت الله الحرام مطالبا ايران بالعمل على الاهتمام بشؤونها الداخلية وموساة سكانها وحجاجها نحن في الولايات المتحدة عبرنا عن تعازين الحارة لكافة العائلات والاشخاص الذين ثقدوا احبتهم في هذا الحادث الاليم وهي مأساة كبيرة في مناسبة وحدث روحاني كبير الحج هو مناسبة مقدسة تحول بالنسبة للبعض الى مأساة يجب التركيز الان على فقدان الارواح وليس توجيه اصابع الاتهام الوزير الجبير تحدث عن الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية التي تقع عليها مسئوليات ضخمة لتنظيم الحج على مدى سنوات طويلة وهي اظهرت قدرة عالية في ادارة الحج وتنفيذه بطريقة مهنية عالية لذلك من المهم التركيز على الاعتناء بالعائلات التي فقدت ابناءها واحباءها وان على ثقة بتحقيقات التي تجريها المملكة للوقوف على اسباب الحادث بدوره رفض وزير الخارجي عدل الجبير الانتقادات الايرانية مؤكدا على ان المملكة قامت بجهود كبيرة لتوفير كافة الاحتياجات الخاصة لحجاج بيت الله الحرام كان يجب على الايرانيين ان يتخذوا موقفا افضل من ذلك وان لا يخلطوا بين السياسة والمأساة التي ادت لازهاق ارواح اشخاص كانوا يقومون باكبر واجب مقدس لهم وهو الحج نحن في المملكة لنا سجل طويل في العناية بالحجاج وانفقنا ثروات طائلة للعناية بهم وضمان توفير حج يسير وناجح لكني اود ان اؤكد مجددا على ان هذا الظرف ليس هو المناسب للعب بسياسة كنت اتطلع الى ان يكون القادة الايرانيون اكثر مسؤولية واخلاصا للعائلات التي فقدت احبتها بالحادث وان ينتظروا حتى تنتهي التحقيقات التي تجريها المملكة ويتلقاء الامريكي السعودي ضمن الجهود المتواصلة لتوحيد المواقف حيال الازمات التي تشدها المنطقة خاصة الازمة السورية التي ما زالت تعتبر التحدي الاكبر الذي يواجه العالم خاصة مع استمرار عمليات القتل العرقية التي يقوم بها النظام السوري واكدت الخارجات الامريكية على اهمية الدورة التي تقوم به المملكة على صعيد المنطقة مطالبة طهران بعدم استخدام الحادث الاليم الذي تعرض له الحجاج مؤخرا لتحقيق اغراض وهداف سياسية خاصة حصنا الزيتون الاخبارية نيويورك